شهدت الساحة الثقافية في العام الحالي أحداثاً وفعاليات متنوعة باعتبارها إحدى القوى النعيمة للدولة المصرية من أبرز تلك الفعاليات افتتاح مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية وأيضاً اعتماد وزير السياحة والأثار المصري السابق خالد العناني مرشحاً عربياً لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو للفترة من 2025 وحتى 2029 كما سعت أيضاً وزارة الثقافة إلى إدراج الخط العربية في قائمة التراث غير المادي في اليونسكو وبالفعل تم إدراجه من أجل الحفاظ عليه ونجحت الجهود المصرية بالتعاون مع عشر دول عربية أخرى في تسجيل الفنون والمهارات المرتبطة بالنقش على المعادن كالنحاس والفضة والذهب ضمن القوائم التمثيلية للتراث الثقافية غير المادي بمنظمة اليونسكو اشتركوا في القناة